السلام عليكم مهلا وسهلا بكم في مجموعة الواتنية التعليمية معكم لخصائي علاج الطبيعي مجد حسن المصري في مصاق أساسيات في العلاج الطبيعي نستكبر محاضرتنا اليوم إن شاء الله تكلمنا في المحاضرة السابقة الشبطة الثالث أخذنا لنواع الحركة الـ Active والـ Passive وأخذنا الـ Classification تبع كل نوع وأخذنا الـ Contraindication والـ Indication لكل نوع دواعي استخدام ومتى ما نستخدمهم وصلنا لعند الـ Resistant Active Motion بلشنا فيها أخذنا التعريف أخذنا فيه عندنا 6 عوامل بتأثر على الكفاءة العضلية وحكينا عنهم ومصطلحاتهم مهمة جدا وصلنا لعند الـ Resisting Force الـ Resisting Force ضمن التكنيك الـ Resistive Exercise أخذنا التكنيك الـ Resistive Exercise أنا عايش في عندي تكنيك لما نستخدم تمارين التقوية حكينا رقم واحد عندنا الـ Starting Position الـ Starting Position لازم يكون المريض في وضعية ويكون مريض يكون في وضعية مريحة ويكون سابت كل جسمه عشان يتأكد من هذا المريض انه واصل للماكسيمال ان يكون امركز على طريقة الحركة اللي بده قوم فيها وقديش بده جهد عشان يبدل الحركة ضد هذا الريزيستنس اللي انا حطيته البتن اوف موشن قلنا البتن اوف موشن انه الحركة طريقة الحركة اللي انا بدي اعمالها لما عامل المقاومة لازم تكون معروفة بشكل جيد بالنسبة للمريض وممكن تكون بسف انه انا امسك ايده وعالمه وقوله الحركة هاي هعملها هيك انا هحط ايده هون هخلي يضغط عكس ايدي او اكتف في الساوند سايد زي احنا عارفين الساوند سايد اللي هي الايد السليمة بخليه حرك فيها الايد المصاب بس كله هادي يكون الكون في المصل الاكتف كنتراكشن يكون في المصل هادي يكون ضمن ضمن المدى الحركي المتاح رقم ثلاثة حكينا على نقولنا ايش اهمية نقولنا ايش اهمية نقولنا انا بدي اثبت بدي اشغل عضلة فانا بثبت فوق بحط ايدي بثبت ليش لانه لما بدعم الحركة بدعم المقاومة من الحركة حط قوة خارجية تمام فالمريض بصير يعمل حركات تعويضية بصير حالك مفصل الكتف يروح يمين روح يصار يشغل عضلات تانية فانا ما بدي الشغلة ها تكون بنسميها اللي هي تسبيت ها تبكون ممكن يكون مانيوال انه بايدة مثل ما حكيت احط ايدة او ممكن كان الوسط الو لفاق ضغط مسبت الجزء العلوي من الطرف اللي انا بدي حالكه رقم ثلاثة عندنا احنا في البداية في المصل اللي ضعيفة بصير فيه هذا الكوكستريتش بتعمل تحفيز قوي للعضل اللي دعمالها كونتر اكشن قلنا احنا قدش تكرار الحركة هاي لما عملها وعملها مقاومة هذا بختلف حسب انا ايش هدفي من التمرين حسب التحفيز بالنسبة للمريض وحسب الحال الكوندشن اللي عنا وقدش عمر المريض قلنا ازا كان عمر المريض كبير اردالي وانا بدي احسن الانديورنس فبستخدم يعني مقاومة 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 بس تكرار عالي على عكسها لما يكون فبعمل هذا عشان ازاود السترينكث والباور هذا الكلام كله حكنا سريع من المحاضرة السابقة عشان نستقبل المحاضرتنا اليوم اليوم حنبلش بعنانه جديد اسمه هو المقاومة لدينا اشكال كثيرة نوفر فيها مقاومة على المصل عشان احنا نقويها ممكن تكون هذه الريزيستنس فورس واحدة من الاتية رقم واحد وهو المانيوال رزيستنس مانيوال رزيستنس يعني مقاومة بالايد اتس ابلاي باي فيزيو ثرابيست هاند اغانست كونتراكشن افض المصل تو بي ستنينك انا هاي هاي الريزيستنس بطبقها بايد المعالج الفيزيائي المعالج الطبيعي بايده ضد الكونتراكشن تبع العضلة ضد انقباض العضلة تمام مانيوال رزيستنس از موديفايد throw out the maximal available range of motion شو يعني الكلام هاد يعني المانيوال رزيستنس اذا انا بدعم المقاومة بايده از موديفايد يعني ممكن اعملها موديفكيشن ممكن اطور من الحركة تبعي خلال ال available range of motion تبع المريض يعني مدى الحركة تبع المريض من ديجري لدجري معينة ممكن انا عمل موديفكيشن للرزيستنس اللي حطتها بايده كيف يعني انا هحرك مثلا هاي عنا العضلة هان تمام هاي هاي مفصل القوع تمام وهاي ايدي تمام الفورة ار وهي الار تمام انا لما بدي حط رزيستنس عكس تجاه الحركة هاي تجاه العضلة هاي وان تسحب تسحب اليد لفوق فانا بحط رزيستنس العكس هحط ايدي هان تمام كيف بدي عمل في المانيوار رزيستنس هاي الايدي باعتبار هيك مانيوار رزيستنس وانا بضغط بايده هان تمام زود سموه من عند مسلا منها من عند مفصل للرسق تمام هتصعب عليه الحركة انه يرفع ايده لفوق فهيك باستخدم بعمل فورص للعضلة هاي انها تسحب ايدي لفوق وهيك بعمل هاي قصده بكلمة خلال تمام السلام عليك السلام هي دي كانت محتاجة صور والصور هتلاقي كتير عن نت يعني انا عارف على فكرة اللي انت حتك بتقولوا لان اشتغلت انما سيادتك دو هتلاقي مسلا اخوان مش هتلاقي مركز معاك لان ده عايز صور في صور كتير موجودة عن نت في الشرح الحاجات دي هتساعد جدا في انا اسف انه بتدخل بس دي هتساعد جدا لو في صور لا تمام تمام فهم عليك بس هات جزئة العملي العملي تطبق بايدك تمسك تشوف وين تحط ايدك بالظبط وين تعمل هتكون فايدة اكتر فانت خد هان تقريبا يعني خد الجالب النظري خد خمسين في المية سبعين في المية مع العملي خلاص بتثبت المعلوم بتفهم وين كزا وين وضع ايدك هتحط ايدك طوله يعني ستك بتقول حاجة يعني انا عملتها انما ناصدي اللي ما اشتغلش هتلاقي صعب يفهم مع عزي تمام طب باقيين الطلاب ماخدين اناتومي فهمين مفهمين عال شركونوا الحوار ومعهو بجزئة العمل لكل شي هتثبت ها متشام الله هتشوف بعينك وتمسك بايدك وتطبق فهيكون افضل طبعا من الجزء النظري بس نخذ من خمسين سبعين في المية من المية بالمية ربنا احفظ كذلك نستكمل ان شاء الله وضعية المعالج الفيزيائي يجب ان تكون وضعية مريحة وكون ستيبل لان انا بتعمل تمريب مقاومة فمسلا اذا كان اجاك حالة مريض تكون بادي بيلدرز مثلا بين الجسمه الهيلة السلس طبعته كتير منيحة ممكن انت تحط ويطلع تبعه اقوى منك ممكن تتعرض لأزية بهالموضوع فلازم تكون انت في وضعية مريحة وتكون ثابتة تعرف وين تقف بالضبط وتحط الريزيستانس انا لما بد احط اعمل مقاومة بادي يجب انت احط مكان بدقة وتكون مريحة هذا بالنسبة للمانيوال بالنسبة لسيلف رزيستانس وين البيشونت كان رزيست هز اون موفمينت وذ دا ساون ساون سايد او با يوز بادي ويت ساون ساون يعني انا دعم المقاومة من نفسي من جسم اللي هو بالساون سايد في الطرف السليم من ايدي للطرف المصاب بايد التاني كيف دعم الريزيستانس هاي في عندنا صورة هاي هاي مثلا هاي 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 الرجل السليمة تمام فأنا حطيتها على الرجل المصاب هاي وهذا الافيكت سايد حطيتها يعني سموها يعني يعني رجل على رجل فالساون سايد خطيتها على افكت سايد تمام فصارت وزن هاي هذا وزن جسمي هو اعطاني مقاومة هو اعطاني مقاومة فلما يرفع رجله هاي لفوق هاي حيكون رافع رجله التانية معه وهاي التمارين لمين للني اكستنسور الني اكستنسور اكيد كلكم عارفين هاي هو العضلات اللي تفرد الرجليك اللي الكوادرسيبس الفستس ميديالس فستس انترالس فتر انتر ميديالس والريتس في مرس هاد بالنسبة لا اه يوز البديوير طريقة تانية انه يستخدم وزن جسمه زي في ترميل بريس اب هاي باستخدم وزن جسمه هاي عامل رزيستنس تمام هان باستخدام وزن جسم عامل رزيستنس باستخدام وزن جسم هاد بنسميها سلف رزيست اكتف موشن اكزامبل ان دستيك موزيشن the extensor of the one knee can be resisted by the weight of the other leg when the leg are crossed the normal leg is placed over the pathologic leg زي ما حكينا هان normal leg بنحط فوق pathologic leg اللي sound side بنحط فوق l-affected side وبيرفع رجل لفوق فهي كان عمل self resistance وقويت عضلات هاد الامين للي quadriceps muscle اللي next ten soft ملاحظ manual and self resistive active motion both have an advantages of being adapting and modified according to the muscular strength status on one hand on other hand both have disadvantages in that they are not measurable يعني المان يوم حكينا احط اعمل resistance ايدي او self هدول التنتين شو هي انه زي ما حكينا ممكن اعملها وممكن يصير ازود مثل ما حكينا هتكون الحركة اصعب وهذا كله حسب حالة قوة العضلة اللي انا وصلت له هذا من جانب واحد من جانب تاني هاي غير قبل القياس فاكيد انا مش هشوف ما حقيز قوة resistance ايدي فيه دايما متكون غالبا تقريبية بس ما في جهاز يجيز قوة انا حطيت وزن ايدي قوة ايدي او ايدي التانية اللي هو sound side على healthy side او using الوزن الجسم فالadvantages انه بقدر عمال modification اطور من الحركة هاي الdisadvantages لها العيوب عملت في resistance in contrast of the manual and self forms is miserable which can be considered advantages على عكس ذلك اللي هو self والmanual قلنا انه هي ناط مجراب وما بقدر قيسها اما الresistive بكون فيه جهاز خلاص جهاز resistive ببراميتر معين الو هوزان معينة الو قوة معينة فهذا بتكون الهجاسات يعني ما قيوسة بس تبعتها انه بقدرش عمل عليها حسب حالة الكفاءة وقدرة العضل هاي الفرق بين الاثنين تمام يعني خلصنا الmanual resistance والself resistance رقم ثلاثة عنا وهاي السلايد مع يود مرتين تقريبا تمام mechanical resistance this can be done by using one of the following source of resistance الميكنيكل ان انا بستخدم مقاومة اللي هو عن طريقة عجزة مش لا self اللي هو بايدي self اللي هو بالساون side مثل ما حكينا في حالة أو وزن الجسم ولا بالمانيوال اللي هي هاند الفيزيو ثلاثة اللي هي الميكنيكل هاستخدم هاند الهزة دامبلز ويت بوت نشوفهم الصور هان هاد ساند باكز ساند باكز بوت هاد 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 الويت بوت اللي هو كياس الرمل مش كان اه ساند باكز كياس رمل هاد 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 جاند ها ها اه ها ها الحركة برفع بالعكس بحمل الوزن طبع الرجل وزن الطرف كله تمام مع الوزن الثقل اللي هان ويرفع رجله لفوق هاي للعضلات الهان والسوليس وهاي الفيزيوبول اكيد تشوفوها كتير في كل اجسام الاجس طبيعي هي كرة مططية ممكن نستخدمها كوزن في الريزيستانس في عنا اللي هو الكافويت وفي السوستة كمان السوستة بتمطو تلم سوست اه تمام حنحكى عنهم لقدام هاي هادول هلقيت الويت اللي هو زان الحرة كافويت اللي هاي زي عافين زي جهاز الضغط هاي اللي بتلف تمام بتكون بوزن لها زي القشاط هاي اللفاف بتثبت فيه وزن من الطرف من تحته طبعا اصعب لانه مزودين الليفر ارم لما بدو يتنيه ورفع ركبته ممكن يطلعوا لفوق هاي فيديت الموديفكيشن على الريزيستانس اكسر سايز تبعا والفيزيوبول استخدمتها كتير في كل اجسام طبيعي ممكن استخدمها هان كويت انه يعمل مثلا كلما دول الشرات نستخدمهم في الريزيستيف اكتف اكسر سايز انه يحمل اوزان زي ما حكينا دمبلز السند باگز الهيت بوط الكفوذ الريكرو ال Contract بيو بال رقم افنين ينار رقم واحد الا ان والبوي الب treffen و الحبل كيف أليت العمل تبعها هاي هاي في عنا حبل هان وهي البكرة تمام هاي بنستخدمها كresistive exercise تمرين مقاومة ضد الكونتراكشن تبع العضلة كيف بنربط رجله من هان هاي البكرة وهي الحبل وبنطلب من المريض انه يرفع رجله لفوق فهو قاعد بشد في الويت هان على عكس اتجاه الحركة تبعه فاكيد صعبة حتكون فلما يرفع رجله لهيك هاي للنيكستنسر هيك بعمل strengthening للنيكستنسر عن طريق مين اللي هو الويت عن البولي سيستم اللي هي البكرة والحبل الصورة التانية هاي نفس الفكرة هاي الوزن نربط الرجل من هان فهو هيسحب الوزن عليه لتحد فعيدنا للنيكستنسر للنيكستنسر ممكن انا احسب يعني انا ممكن احسب المدى الحاركي للمريض هاد من خلال هاد التمرين التقوي اللي انا عملته كيف هو بكون في starting position رجله هيك 90 درجة تمام 90 درجة فانت بتحط مقياس لحرف الار هاد وين بكون الحبل العقدة المكتوب وين محطوطة فلما يرفع رجله لفوق شوف له وين اكتر شي بيقدر يوصلها تمام فاكيد هذا الحبل هاد حيتحرك حرف الار هاد حيتغير فانت بتقيس النسبة بين هاد و هاد فانت هيك عرفت المدى الحركي تبع المريض في النيكستنسر وهان في النيكستنسر رقم تلاتة ميكنيكا رزيستانس باي سبب رنكس و ادر الالسطيق ماتيريال برضو بدعم التمرين مقاومة بالسبرين اللي بالنوابط اللي وزاي الزنبرك و ادر الالسطيق ماتيريال وفي موان مارنا ايضا The resisting force of a spring increase progressively as it is stretched or compressed according to the type of spring used قوة المقاومة اللي بعملها الزنبرك هاد بتزيد اذا كان هو stretch او اذا كان compressed according to the type of spring used يعني اذا كان الزنبرك هاد stretch ممدود اكيد مش حياطين القوة زي الزنبرك المجدود الزنبرك المجدود stretch مش حياطي قوة نفسها تاعت الزنبرك اللي بيكون مضغوط جامد فالجامد اكيد حياطي قوة اكتر غير معمول له stretch when using a spring لما استخدم هادا الزنبرك the speed of movement must be carefully controlled by the muscle both during contraction and relaxation as the accumulated energy in the stretching springs makes the speed of the coil very fast يعني انا لما استخدم هادا الزنبرك او النوابط سرعة الحركة لازم انا اتحكم فيها بعنايه عن طريق المصل خلال contraction و relaxation مثال هاي spring اللي بنحكي عنه تمام فلما يكون stretch طبعا هايختلف لما يكون compressed بيختلف من ناحية القوة اللي بيعطيها فلما يكون مضغوط كتير compressed فحياطي قوة اكبر واذا كان مالخ خيفة قوة هتكون اقل بس لازم الحركة لما نستخدم spring هاد لازم تكون carefully controlled by the muscle لازم اتحكم فيها في المصل contraction تبعت القبضة العضلة لازم اتحكم في عنايه ليش لانه الطاقة المتراكمة هان accumulated energy لما انا سحبت هاد بالاتجاه سحبت spring بالاتجاه هاد تمام كل الطاقة الناتجة من هان اذا انا ما عملتش carefully controlled بالعضل المنيح خلال contraction contraction فلما نعمل relaxation فحتكون speed of recoil يعني سرعة انه يرتد زومبركتاني هتكون very fast سريعة جدا فممكن بتأزه هان المريض فلازم يكون في عنا control كتير قوي من العضلة في contraction وفي relaxation تمام اضغر extensible materials such as rubber elastic material of various width and thickness behave in a manner similar to that provided by the springs but they are not so strong يعني في انه بعض مواد مارنة تانية زي rubber elastic materials زي قطعة مطاطية هيك زي بلاستي مطاطية تمام الهاشكال وحجام مختلفة حتى بالالوان كل لون بتكون بعطين الاندكاش لقوة معينة فيه اللون مسلا الاسود اقوى شي الاحمر اقل الاخضر اقل لحد الاصفر بيكون اخف نوع في resistance لها عرض وصمت معين بشبه لهو تطبيق بس مش قوي مثله هاي ها موجود بالصورة نفس هاي زي هيك قطعة مطاطية تمسكها بتشدها هيك بتعمل resistance هادي elastic materials هاي نوع تاني لل springs النوابط هاي مستخدم الهند والفينجرز والكرة المطاطية برضو بالهند هنحك عنها هاي برقم اربع المتيريال المتيريال such as بيوتي كلاي واكس are used as مليابل resisting ماتيريال اللي هي زي مطاط زي المعجون نستخدم برضو في resistance كيف انا مثلا هاي زي المليابل ماتيريال اللي هي هاي زي كرة مطبة مطاطية زي زي معجون هيك بتعمل resistance كيف لما يتغير الشكل تبعها بتعمل resistance فانا ما اضغط عليها شكلها بتغير مع حركتي وحركة اصابع هي كان مستخدم في اصابع في سواء كان في النيرف او في الميتا كاربال واثر على الفينجرز للفينجرز في وعمل تقييد في المدى الحركي فانا لما استخدم هاي الشغلات بعمل تغيير شكل هاي الطب المطاطية او اللي عملي زي المعجون هيك فلما اضغط عليها بتغير شكلها فانا اعطت resistance عند بعض تماري resistance نستخدم can be used for both strengthening and mobilizing technique of the pathologic hand تمام اليد المعين فانا استخدم strength انو مقويها او mobilizing انو الحركة اذا كان في عندنا limitation range of motion فمن حرك فيها الفينجرز والهاند resistance by water برضو بعمل تمارين طاقوية قليق المي كيف this can be used as assisting or resisting mechanical force stimulus ممكن هاي نستخدمها اللي الو ممكن نستخدمها ك assistant انو تمارين بتساعد وتمارين مقاومة this depend on several factors including the direction of motion هذا بختلف انو انا استخدم المي هاي assistance ولا resistance هاي باعتمد على عدة عوامل منها الهو direction of motion اتجاه الحركة تبعي speed of motion سورة الحركة and the surface area of moving segment قداش مساحة سطح الموفينج segment الان بدي حارك when an object اللي هو جسم المريض is emerged in water غمرت غطص في المية it receive an upward force called force of payoyance ف اكيد انتو بتعرفوا الجسم الانسان منذ غطص في المية نغمره في المية في قوة ترفع upward بنسميها force of payoyance اللي قوة الطفو this force equal to the weight of this blessed water after immersion هذه القوة بتساوي وزن المية اللي تحرك بعد ما غطصنا جسم الانسان غطصنا الطرف اللي بدنا الحرك نشوف كيف الالية كيف تكون assistance وكيف resistance عن طريق المية تمام قلنا the water provides a resistance against the movement of segment inside the water المية بتعمل اللي هي مقاومة للحركة دول المية this offered resistance by water depends on the floor هذه resistance في المية بتعتمد على الآتي رقم واحد the speed of moving segment the resistance of water increase as the segment motion increase اكيد انا لما احرك مثلا الطرف الموفين segment هانا المقصود فيه ناعتبره شو الابر اللي هي ايه تابعه فانا لما ازود سرعة حركة ايدي تحت المية اكيد الريزيستنس تاع المية يجاه حركة ايدي برضو هتزيد فيك انا بزود الريزيستنس لما ازود سرعة ايدي رقم اثنين the surface area of the moving segment رقم اثنين the surface area of the moving segment اللي هي the resistance of water also increase as the surface area of the moving segment increase اللي هي شو السيرفز مثلا انا بحرك ايدي تمام احنا احكينا بحرك ايدي بسرعة فاكيد الريزيستنس تاع المية هتكون اجوى وبرضو لما احرك مساحة اكبر كله فاكيد هتكون قوة المية هتكون اعلى لانه surface area زادت تاع الموفين segment اللي انا بدي حركه فالريزيستنس للوطر اكيد هتزيد معها هذا العامل الثاني العامل الثالث اتجاه حركة ايدي او رجلة اي موفين انا يعني مستقصد بالحال اذا حركت ايدي الطرف اللي بدي حركه حركت ايدي يعني ايك عجم كنت حط ايدي عجم بشكل افقي وحركت لتحت يعني احنا قلنا انا بتكون انت الطرف وبعمل قوة المية لقوة الطفو لفوق تدفع لفوق فانا مسك ايدي وبنزل لتحت يعني قوة الطفو مع الماء مع وزن الماء فعملت كبير كتير لما انا بنزل ايدي لتحت على عكس لما بتدعم انه بترفع ايدي لفوق فقوة الطفو بتساعد ايدي مع المية انه تطلع لفوق فانا اعتبرها assistance يعني بشكل اوضح انه قلنا بنقدر نستخدم الووتر ك assistance و resistance بتساعد اذا انا حركت ايدي لتحت فبتكون resistance اذا حركت ايدي لفوق بتكون assistance ليش لفوق بتكون assistance لانه اصلا المية هي عمال قوة الطفو هي بتدفعني لفوق فانا انا حرك ايدي لفوق فاكيد المية ستساعدني فهيك صارت assistance اما انا حرك لتحت فانا عكس قوة الطفو بطأت الطرف تبع لتحت هالمنان ايجا كمان منستخدم العلاج المائي بشكل واسع جدا في الترابيوت اكسرسايز في البلان اوف كير تبعنا الهايدرو ثرابي مفيدة جدا العلاج المائي دواعي استخدام اهداف الresisted ليش انا بعمل مقاومة هاي كل التمرين ليش عشان ازود المصل strength وال endurance وال power لازم اشتغل هان resistive active motion تمارين تقوية ولكن بحضر رقم واحد ازا كان المريض عنده cardiovascular troubles عنده مشاكل القلب والاوع الدموي ليش انا لما استخدم تمرين تقوية فهو ايش بده يعملي maximal efforts هيعمل جهد كتير على العضلة عشان اوصل ل maximal range of motion عشان اجيب المدى الحركي كامل وهذا الكلام بتطلب ايش بده improve circulation حيتطلب circulation كتير كبيرة فالcirculation كتير كبيرة ستأثر عمين على cardiovascular واذا كان المريض عنده مشاكل في cardiovascular فانا لازم اشتغل معه بحضر رقم رقم اثنين when the muscle becomes fatigue عرفنا شو يعني مصل فتي مصل فتي انه بتصل للعضلة مش قادرة تعمل اي جهد خلاص صار لانه جهاد للعضلة مش قادرة تعمل contract لما عادرة تصل للمرحلة هاي انا لازم اشتغل مع المريض هاد بحضر في تمرين التقوية نعم حمل زيادة دكتور يعني نعم حمل زيادة لوت زيادة عليه بالضبط اه هاي بوصل للمصل الفتيك تمام لما يكون في انه انا عمل تمرين التقوية بزيادة وما اعطيتش رست احنا نعمل انه بعض المريض ثلاث جولات ثلاث مجموعات بحكي له بين كل مجموعة كل جولة وكل جولة بين كل تمرين كل تمرين ارتاح خمسطعش لعشرين ثاني خمسطعش لثلاثين ثاني عشان ما يوصل للفتيك طب هل فترة الرحة دي بتختلف من حسب سن او اكيد اكيد اعتمد على احكيت قبل شوي هاي احكيت ها بالزبط قلنا احنا كداش انا بتكرر الحركة الاكسرصيز تبعي حسب هدف من التمرين وحسب تحفيز المريض وحسب الحالة تبعي حسب عمر المريض تماما برضو الشغل الرابعة انه لما اشتغل بحضر مع المريض لما بدا اطبق رزيستانس بتكون اعلى من قدرة العضلة تبعة المريض ان انا عملت رزيستانس عالية جدا اعلى من قدرة العضلة تبعة المريض فوصلت هان لحاجة يسمى الوفرورك الوفرورك هي اللي بتعمل فتيج ملاحظة تمرين تعويضية حكينا عنها الحركات تعويضية بعملها المريض لما استخدم لود رزيستانس اعلى من قوة العضلة تبعته ايش تعريفها هاي هان ان انا بطبق اوورك على المسل بعمل لود رزيستانس اعلى من قدرة المسل بوصلها للمسل فتيج فالبيش هان بصير يستخدم حركات غير مرغوب فيها حركات عشان يعوض ويقوم في الحركة اللي انا طلبتها منه هاي المقصود في موشن موشن اعنا رقم خامسة برضو من الحالات اللي انا بشتغل بحضر معها تمرين رزيستيف المريض بيكون مع شاشة عظام تعريفة للكتافة وكتلة العظم سواء كانت نتيجة اللي هو عدم انه ما بتحرك او نتيجة دزيز في النيورو ماسكولر او في المسكوليتا اكيد انا لما بدي استخدم رزيستيف اكسرسايز لمريض عنده اصيوبروس عنده شاشة اضام وانا باستخدم تمرين مقاومة لازم اخذ حضر في هذا الموضوع لانه بكون عرضة جدا عرضة تسعين في المية انه سير كسر عند هذا المريض لانه استيوبروس مع تمرين تقوية وانا ما اخذت بعين اعتبار وما اتعاملت بحضر وبعناية هيصير حادثة اسمها بثورج كفركتشر يعني كسر نتيجة الدزيز موجود قبل او استيوبروس او انه بياخد بعض ادوية زي الكورتيزول كده عايفين كورتيزول تأثيره على البون دلوقتي طول ما انا شغال مع مثلا بدل هو الشاي مثلا او اللود اللي انا بتدهوله هو متحمله هذا ممكن ان هو متحمله ومش كبير عليه هل ممكن يحصل برضو لا طول ما هو متحمله انت بتشوف المريض بتطلع كيف تعبيرات المريض انه متحمله تمام طبيعي ازا لاحظت عليه انه جاء حاله انه او خجلان انه من ال ال انت حاطه فانت بتوقف وغير هيك عشان تضمن الانشهاد حسب حالة المريض قديش عمره وازا عنده بحط المناسب انا ما بزود وما بقلل وغير هيك بعط بين كل تمرين وتمرين هيك بتفادل الامور هاي ولازم اشتغل بعناعي متى ممنوع اشتغل التمرين المقاومة رقم واحد انفلاميشن 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 ان فلاميشن اند ديز كونجيشن مبي انكريز باي داينميك رزيس اكتيف موشن في عنا التهاب في عنا تورو انا ما بدي المريض يتحرك اصلا فكيف اشتغل اشتغل التمرين تقوية لانه انا بدي عالج الورم وال التهاب في عنا حاج اسمها رايس هاي احفظوها رايس اكتب هون رايس شو يعني الار ريست في حالات باستخدم المصطلح حاد عشان نضلكم تذكرين وربطوه هيك رايس الار يعني ريست راحة الاي نستخدم لهو الايس اللي هي الايس باكس كمداد التلج سي اللي هي بحط لفات زي لفات ضغط يضغط انه يرفع الطرف هذا اللي فيه وراه او فيه هاي التلات حروف لحالات فالممنوع هان اشتغل فيه استثناء هان انه يعني فيه انه هان استثناء انه ممكن ان استخدم يعني دعم تمارين مقاومة بس بدون حركة معروف انه يعني بدعم تمارين مقاومة بس بدون حركة ممكن استخدمها عكس او عشان اخفف عضلات القدم من تحت او عشان اخفف من الورم تمام كيف بخفف من الورم هذا لانا لما بدعم بساعدني بالفينوس ريتير هو سبب بالرجل تحت انه اللي هو الدم ما بعد للقلب منيح بيكون سبب مشكلة في الصمام او مشكلة في المصل اللي هي هي برضو بتشتغل تكون شغال قوي جدا فتدفع الدم لفوق فانا لما استخدم تمارين تقوية لهذا العضلة فاكيد هتساعدني في الفينوس بس هذا استثناء في حالة بس انت كمان لما تشوف فيه عندنا التهاب فيه عندنا ورم تمارين غالما ما تستخدم فيه شغلات تانية لالسويلينج تكنيك تانية بباقدر انا احقق نفس القول هذا تمام رقم اتنين غير الانفلاميشن عندنا البن اذا المريض بان عليه في العضلات والعظام عنده صار فيه قلم خلال او بعد 24 ساعة من التمرين التمرين هذا عن جد يا بقلله يا بلغي بشوف غيره اي شيء اي تمرين في الدنيا حس المريض باي الم بوقفه سريعا او بخفف حدته اي تمرين رزيستد غير رزيستد غير رزيستد احنا هدفنا انه نخفف الالم مو يرجع يزيد الالم تعالي اي تمرين او خلصنا الاكتيف مو شن اللي هو رقم واحد حكينا اللي هو الاسيستانس والريزيستانس رقم اثنين الريزيستانس رقم ثلاثة الفري اللي هو اسيستانس وريزيستانس الفري اكتيف مو شن اثنين اثنين اسيستانس او رزيستانس برفورم باي اي اكسترنال فورس اللي هو بنطبقه باي قوة خارجية بتكون بتعملي اسيست او رزيست بتساعد او تمام المقاومة القوة الوحيدة اللي ممكن استخدمها للمريض في الفري اكتيف مو شن اللي هي لغرافيشنال فورس ويش بلايز ارول او ايضا ان اسيستانس فورس او رزيستانس فورس اغانست دزار مو كيف يعني الفري اكتيف مو احنا انتفقنا من البداية ان المريض بقدر يعمل مص الكنتراكشن بقدر يعمل انقباض عضلات هاي الاكتيف بكون العضلة جغالة قادر تعمل خلصنا انه انا بساعد العضلة هاي عشان اعمل او اوصل المريض للمدى الحركي قد ما يمكن واخدنا الريزيستف عشان اقو العضلة هاي اللي ايه اصلا بتعمل مص الكنتراكشن بس بتكون ضعيفة عشان اقويها رقم ثلاثة الفري اكتيف مو الشن اللي هو ايش في مص الكنتراكشن عنا ممكن انا اعمل اساعد او رزيستنس وهذا كله بيجي عن طريق مين عن طريق قوة جاذبية كيف القوة الجاذبية بتعمل الاسيستنس للفورس اغانست للدزاير المو مثال المريض سباين موسيشن نعم اظهره يعني الكتف في جسمه الالبو في الانتوكال موسيشن يعني بيكون ممدود في وضع نيوترال المفصل الكوة بيكون ممدود الالبو 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 درج تمام انا هلجيت بدخل للمريض يعمل يعني يتني ايده الالبو تمام هو اصلا احيقول ممتد جنب السرير ايده ممدود جنب السرير بدي يتنيها فانا بدي ابدأ من وين من الصفر ولما يتنيها على الاخر 135 هاي الرينج من صفر ل 135 هاد بيعملها لحاله هاد بنسميها free active motion بس الرينج وموشن هان اللي هو المدى الحركي 135 درجة بنقسمها ل two range two sub range الرينج الاول اللي هو من صفر ل 90 احنا قلنا ايده ممدود جنبه على السرير تمام من صفر ل 90 البوبليكشن هان من 90 هك صار 90 درجة ايده ممددها صار 90 درجة ل 135 انه لحد من موضوع الاخر رينج انه خلي ايده تلمس كتفه امام صارت ساعدته وبنزل ايده مع الجاذبية ساعدته حدث الحركة بتكون اكتر في الفول يعني لما يسقط ايده مع الجاذبية هتكون اسرع الحركة من انه لما يرفعها من الاول اصلاح 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 اكد ان شاء الله هاي التمارين شغلات بالجزء العمل انه كيف تقف وين يحط ايده وين تمسك ايده كيف تشوف الرينج كم وصل معه هاد هاد بالعمل لازم تشوف بهانا و لازم تمسك تكنيك اف فري اكتف موشن ستارتيك بوزيشن نحنعرف ستارتيك بوزيشن لازم تكون بوزيشن سرعة التمارين سرعة التمارين يعني انا في خلال التمارين اللي هو الهو نعمل تمارين لحاله ما فيه اي اكستيرنال فورس بس الاكستيرنال فورس الوحيد اللي هي لجرافتي قوة جاذبية سرعة التمارين انا خلاص لما علم المريض واشوفه مرة مرتين كيف بعمله هو لحاله بسمح له يشوف رتم معين يمشي فيه والسرعة اللي انا بحددها اله بخلي اعمل فيها ضمن نطاق يعني بالمعقول بس هو هو بختار الرتم المناسب لانه حركة تكون فري وعكس الجاذبية فهو يكون ادرا لما هو يكتشف الرتم لحاله اللي يمشي فيه كيف يكارير الحركة حسب انا ايش هدف من التمرين هدف انه عمل تقوية هدفي انه خلي يجيب الانج كامل هدفي الموباليزيشن رقم اربعة الانج يقدش تكرار بين التمرين كل مجموعة مجموعة لازم اعطيه رست بس قلنا انه الرست هذا ما يكون اكتر او بساوي قديش هو عمل تمرين لازم يكون اقل الرست مجموعة مجموعة متى مبنوعة استخدم نفسها بترجعو لها من الصغرات اللي قبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر